أرحباً بكم في الدورة التعليمية نمجد سيارة وتحريكها من طرف موقع موسيوم توتو دوت كوم الآن ننتقل إن شاء الله إلى الدرس الثاني كنا نتطلقنا في الدرس الأول إلى كيفية تقطيع على بلو براند في الفوتوشوب الآن سنقوم بكيفية ضبط الصور التي قمنا بتقطيعها على السينما فوردي كي نقوم بالعمل عليها والتقطيع عليها إن شاء الله الآن نختار الشاشة الأربع نختار Right نختار Fail ودهب إلى Edit من هنا نختار Configure On فقط قمنا بإعطاء أسماء للصور ما علينا فقط إدخال أسماءها كما هي نختار إذا نختار Right نختار Right فقط إذا نختار Front نختار Front نختار Front هيا ليست بعملية سعبه طب نختار طب نختار طب نختار هذه الصورة نزيل التفعيل على الجريد كي نرى الحمر جيدا هنا نقوم بطرق إعدادات نضع هنا في الترانسبرينسي تطفون كي نرى الحمر جيدا أريد العجلات على المحور الأزرق لا أريدها في الوسط وقوم بطرق إعدادات وقوم بطرق إعدادات أريد أن أرى العجلات المحور هنا أيضا هنا الصورة ومجال بيقالين للوصف نقوم بإنزال مربع نختار الوصف نختار الوصف نقوم بتحرير ومجال او مزحرير ومجال لماذا هذا المربع؟ نريد أن نقوم باختيار واجهة أو وضعية للطب ويو لنقوم بقليل من هذا دعا فوق قليلا فاكذا الآن ننتقل إلى فوق كنا نرى المربح الآن المربح هكذا الآن نذهب إلى فائد نقوم بإجراء أهل نعملنا روتيشين تسعون أو بأو تمامي أو نعملنا استسعون كي أرى هذه النتيجة المحصلة ولدونا العمل هكذا لأنه نغرق بأمي غرق هذا المربح أحتاج إلى العمل هكذا لا يوجد شيء على ما يرى لأنه ننزل دائرة نعمل هكذا نعمل 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 هذه الخطوات بسيطة كي نراها البرو بلند جاهز للعمل عليه هكذا لنمججة سيارة تحتاج إلى دقة عالية وتركيز أكثر سيارة تحتاج إلى نمججة سيارة أرجو انتباه إلى الدروس كثيرا نقوم بالسحن الدقرة إلى هنا يعني نحور نراه هنا نعمل العجلة في مكانها الآن البرو بلند مضبوط جيدا أو مركز جيدا هذا الخير ذالي نعمل سيارة سيارة في ونسحب إلى هنا حيث هذا الرايت تعطينا الواجهة top view والfront مثلا نظر على العجلة الثانية نظر هنا على العجلة الثانية يعني أن كل شيء مضبوط إن شاء الله إذا كان هذا الجزء الثاني من الدورة التعليمية سنتطرق شجوز الثانية إلى بداية النمجة أرجو متابعتنا في الدورات الثانية إلى اللقاء